مرحبا معكم سلامك رجي ماستر فول مايكر وعلا سهلا فيكم بحلقة جديدة من تعليم ادو ببريميار واليوم راح نكمل درس الكالورينج وهلا حنبلش بالكالوري جريدينج موضوع الكالوري جريدينج مختلف عن كالوري كوركشن وخلينا ما نطول الحكي ونشوف التطبيق كيف لانه في شرح وفيه تطبيق بخصوص الكالوري كوركشن خلصنا منه هلا كالوري جريدينج موضوع مختلف خلينا نحكي نظري شوية هون نرجع الكالوري جريدينج نحن بسيما نغير الالوان الموجودة مسلا لشي معين مسلا هو بالمختصر كالوري ثيم مسلا او فيلم ثيم شو هو الفيلم ثيم مسلا انه انا بدي حول هذا المشهد لزومبي لجو زومبي او لجو مثلا بريتفول او هاي كالورفول مثلا دراماتيك رومانتك بتحول وكل شي يعني حتى السين نفسها بتلاحظوها تنلعب بعدة ادوار المهمة الكالوري كوركشن بايز لالكالوري جريدينج لانه اذا الصورة لونا غلط من الاساس ما فينا نبني كالوري جريدينج عليها لانه ما في شي بينبنى على اه خارج هاي دي تقريبا نظريتي تقريبا مش عم اخترع شي بس انه هايك المبدأ طبعا يعني ما فيك تعمل شي من من اه الوان غلط فهمت كيف علي فخلينا انا ما ما نطول شوي اه نغوص هون هاي دي اللقطة مثلا نستعملها لكالوري جريدينج هلا في شغلي هون بالكالوري جريدينج او باللوماتري موجودة اه فيني مسلا كمل شغل جريدينج علي بس ما بحبذ هالموضوع اذا كان شغل مسلا بكتعته شغل او شغل مسلا هيك يعني مثل الفلوكز انا اكتر الفلوكز مسلا بعملون اوكي بعمل color correction هون اذا ما اضطر للموضوع وcolor grading بس ها بكمل على color wheel بس بعد العوات بدي اضطر اشتغل على لوماتري ثانية اذا بتلاحظوا هون بال effect control عندي هاي دي اللوماتري كالور موجودة واحدة فيني اه زيد واحدة بخليها بس لشغلة من عن طريق هون add لوماتري كالور فبلاحظ انه انضافت واحدة انا هون مسمى correction كانت. فبعمل rename. بسميها correction. آآ آآ التانية. معوني بسميها correction. يلي هي القديمة. اللي عملت correction. آآ لوماتري. آآ فين اعمل grading. انو عملها rename. للي grading. فبصير عندي هون باللوماتري. كلا حدا فيه correction. في حدا grading. حتى اذا بنزل هده. في عندي correction. وعندي grading. تمام. صار عندي هون وكل شيء آآ طريباً صفر. مش يعني انو احنا عملنا reset. لا قاعد عملنا واحدة جديدة. للعديمي هون. فالمهم فيني مسلا آآ آآ اضطر عمل هيك. لانو ممكن باللي grading اضطر استعمال هل هل اشياء. هلا خلينا نحول هيدا الشيء لمسلا آآ 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 سادنس مسلا. خلينا نقول مسلا مجزون بآآ آآ جاو دراماتيك مسلا في مسلا خلينا نتخيل مدينة آآ آآ لا سمح الله يعني محمداً بس انو جو افلام آآ آآ جوعة ناهاك غريبة حزينة مسلا آآ كيف جو الافلام الحرب. هلا آآ هيكون فيه بعدان شرح شوية عن color science بس هدا الشرح مخصص قبل ما بلش بال ديفنجي ريزولف لانو ديفنجي ريزولف عالم ال color grading. فما بدي احكي هلا على على ال color science لانو الامور شوي معقدة او فيها تشعوبات كتير. فما بدي ضيعكم وما بدي صعبكم الامور لهون لانو هي منا صعبة بس خلينا نفهم نحنا هون وشوي شوي يعني practice ما الواحد بصير هيك تغري شوي شوي آآ في color science حيفيدكم كتير هدا الكورس آآ هلا هون بالموضوع هيدا عم بشغل على على متر جديد كلمة color grading آآ بتخيل الموضوع انو آآ ازا حزينة معنو انت في غيوم ببعنو هنا في غيوم بدي استغل بدي استغل الغيوم الموجودة اللون حيكون آآ رايح للازرق شوي هيك مشكل شي ازرق مثل هون هيك غلط آآ هيكون في contrast آآ هتكون هاك حزينة الحزينة يعني فيها في contrast أو black يعني شوي عتم ديب ما بعرفش بقولوه بالعربي عتم يمكن قلت عتم قبل ما بحرف المهم صاري معنو مش انها مش انجليزي بس لانو عم بحكي كتير فا وتركيزة هون فا بنسع شوي انا ماني انجليزي عربي لبناني وعيش باستنبول فهلا هون بخصوص السلايدر الموجودين هون بدي ارجع استعمل منهم كرميل انا اعطي الثيم اللي بدي اياه برجع بيجي لهون على الكلور ويل آآ بشرحها ونطبق الموضوع هلا لابني الموضوع انه انا في عندي غيوم بدي بينا فشو بدي اعمل اكيد الهايلايت بدي وطيهم لحتى يبين الغيوم او اذا وطيت الوايت بدي ارجع ذاكركم اذا وطيت الوايت ما حيبين لغيوم لانه هم بخفف اللون الابيض اللي موجود بالسماء فازا وطيت الهايلايت بترك الوايت وبعمل اه بغمق شوي الموجود اللي بالسماء بس مش للونه ابيض يعني تحت الابيض فهايك ببين عندي غيوم فبروح الغيوم بوطي ببين الغيوم طيب وفي عندي الشادوز فيني اعتم شوي وبعطي دراماتيك شوي بس من نفس الوقت ما بدي اعتم كتير يعني هالي شوي مبين وبالبلاكس بدي انتبه لهون شوي شوي يضعره يدوب يضعره اهم شي ما لازم يعمل كراش للموضوع هون البلاك ونفس الشي الوايت اه الوايت فينا نوطي شوي لا ما حيفيدنا طيب اه الكونترست خلينا نعطي شوية كونترست شوي مش كتير بس بكفي طيب هيك نحنا عملنا شوي اه معنا ما اشتغل الالوان اشتغلنا كيف الجو الجو حيكون يعني الغيوم من بيني اه في عنا اه بالصورة شادو شادو ونرجع من نكسر كمان الشادو اكتر ما تعتلو هم بس نحنا عم نعمل اللي براسنا انا كل هالشي اللي عملته انه انا بدي باين الغيوم لاحظته وعملت شوي شادو انه غمقت شوي اعتمت شوي الصورة هلا بدي انتقل في نا استعمال كيرو بس خلينا انتقل شوي لالو الوان المتوسطة و الهيلايتس اللي هي الالوان الفاتحة فأنا بس بدي أغير شوي هون إذا بلاحظوا بالويل عندي ملون وعندي هوني بلاس فإذا بحرك المطرح ما بدي حرك إذا بروح للأزرق فكل شي عندي يا مع عتم عم بروح للون الأزرق طيب وبالمتونز ياللي مطرح الالوان المتوسطة يعني في هالناحية هايدي هون إذا بيخدها للأزرق عم بروح للأزرق وبالهايلايتس اللي هون موجودين هون الهايلايتس إذا بدي أخدهم للأزرق عم بروح للأزرق وفينا أخدهم أحمر شوفتوا كيف يروح للأحمر هلعا بتلاحظوا أن هون كمان فيه أشياء عم تروح للأحمر لأنه هون مثل ما عدت لكم الأخضر مثلا موجود فيه الأزرق والأحمر كمان هون موجود فيه بالميد تونز وبالشادوز مثلا هادي البناية فيها هايلايتس هون وفيها كمان ميد تونز يعني بقلب بعضها والشادوز هون وفيه هون شادو ما فيه مهرب من كل شيء بس نحنا فينا نحنا نعدل يعني إذا بالشادوز عم بعطي أزرق الهايلايتس بدي أعطي أخضر مثلا بعدل بيناتهم هلأ هلأ بدي أشرح شوي هون بالموضوع هدا شو؟ هدا أشبه بال بال اكسبوجر فشو يعني اكسبوجر؟ يعني إنه قديش نعطيه برايتنس أو داركنس يعني إذا بطي شوي لتحت بجهة الشادوز فبلاحظ أنه محل الشادو عم بروح لشوي العتم وإذا بلاحظ هون بالبرايد هيدا اللي هون عم ينزل لجهة لجهة العتم وإذا بعليه بكون عم بضوّل الشادوز و بنفس الشي بالميت تونز وبالهايلايتس أوكي هلا بيجي هون الدور لأنه نحن عم بنا نبلش بال color grading وفي شغلي كمان هون HSL secondary هدا الموضوع انه بعد ما خلص coloring هون مثلا عطيت اللون للأزراب أزراب أزرق افترضنا عندي الأرميد ما بدي هل أد عطيه أزراب بدي خليه أحمر بروح على HS secondary فيني مثلا اختار اللون هون أو أسهلي بال color picker هول بعمل click بيخذني لهذا اللون فيني اتأكد منه ان انا عملت select لهذا الموضوع بcheck box هون بيكبسة بلايه انه هذا الاخدني على الأرميد هلا فيني كمان ها في عندي هذا ارميد وهذا ارميد في هون ال check color color picker مع ال plus فيني زيد منهم كمان ها يعني بعمل برجع هون بشوف انه زادت الموضوع يعني بعمل هون بس بدي انتباع زع ايه كبسة غلط ممكن يتزيد عندي ألوان غير فكيف بخف ألوان في عندي هون الذي يوجد هون يلي هو الهو الآن يلي هو كمية اللون فيه يعني فينا بلا ألوان مثلا لون المعين الأزرق منشير عنه اللون او منزيده أزرق منزيده لون أزرق حدد لون يعني اللون الأزرق نعطي نزيد على يعني لو ما نستي بالأشبه بأننا نزيد له أسود ولا نزيد له أبيض فخلينا نحكي بالألوان اللي زادت هون هي بالهيو ففي عندي هون سهم هذا شي بيعطيني حجم المربع يلي هو بيتكون الألوان هون اللي موجودة فقدي بحصل اللون وين وعندي هذا الشي أشبه بالفاذر يلي إذا بزيده بيعطيناك الشي التدريجية وإذا بشيده أنه بطي بيعطينا حد يعني خلصت راشلد يعني فينا نقول عد بت اللون توقف هون وفي نزيحه يمين شمال نحركه يمين شمال بيعطيني الجهة البدية هلأ في عندي أشياء زادت كمان عندي بالساتوريشن فينا يتأكد مثلا أي شي عنده ساتوريشن وما عنده ساتوريشن بيصير بحركه يمين شمال فيني مسلا أسر منه فيني اختزل منه وعندي اللي هوني هولي الاشياء العتمي فيني حركه يمين هيدا الشي بالليمونيسيتي بتخلص من هول اشياء اللي فيه عويات مثلا بده التار حطه لأنه اساسي يمكن هو لونه أحمر أوكي قريب للأحمر آآ فبدنا فيه انه بوط شوي من هون اريد الفاثر مهم اختاروا أنتو الانسب اوبشن بتحسو آآ من يهل قال لكم الآن بعد ما نخلص فيه denoise denoise يعني الاشياء النقاط هي اللي مفصولة عن الابجيك نتخلص منه شوي بالdenoise لبلر خليني مثلا اشياء يعني اشياء هاكم فيها غبرة مش غبرة انه يعني مثلا خلينا نعمل ثوم مئة بالمئة هون مثلا اذا بشيل البلر شفتو كيف الوان بتكون زيد البلر بيعطيني شوي هيك اندماج شوي بالبلر يعني غبش هذا الغبش بيفيدنا انه كيف نطبق اللون على هذا الشي فينا كمان نزبط هون شوي ادجسمنت خلينا نكبر اللون شوي بكل مطارح مش عليها عم بحكي بس خلينا نعمل فت نحكي على الاجمالي مهم خلينا نكتفي بهذا الهون هيك مش نكتفي بالحلقة نكتفي بالتن ايت اللون خلينا اخذها للون الاحمر اه بهذا البلاصون بهذا الويل هذا هو اللي عم بشتر فيه انا فبيخذها بجهة لون الاحمر اللي هو اللون الارميد يعني وبشوف اي مش الاحمر احمر اكيد اللون الارانجي معي ان ارانجي فبزيحة منه محل لمحل بذكركم ان احنا مش عم نعمل كاليدرو جريدنج نحنا بس عم بشرح لكون الاتش اس ال بتشوف قديش مع هيك متشعب الموضوع وكتير سهل فهذا هو الاتش اس ال سكندري ففينا اعمل ريسات بروح كل شي وهون كمان اعمل ريسات ريسات انا اذا بدي اعمل هكي اشياء بدي اعمل ريسات من الطرورة مثلا اخذها لهون ارجع فينا دابل كليك بعمل ريسات طيب هلا الى كالوري جريدنج خلينا نشتغل بالموضوع هلا انا جو الجو الازرق خلينا بالشادو نشتغل الموضوع هلا هون بالشادو خلينا نعطي لون دارك بلو انتبهوا للون الماجنتا مايفوت معنا اه مناخدها اكتر شي للي فيه بلو طيب هلا هون اخدتها للبلو بس مش مبين دارك بلو قد لكم هون فيه سلايدر يلا هو بعدم اللون او بعدم الشادو بس منستعمله لانه بس نزيد التعتيم يبين دلو اكتر فبطي هلا انا هون فيني اطلع وفيني اه اتغض النظر عنه بس لأ بدأ اطلع لانه ما اعطي كراش كتير للصورة وما بيتأزل فريمات الفريمز لبعضهم فما عم قز كتير منه بس لانه هو اجمالا ما بيعمل كراش لهذا الشي الا اذا كترت فشي هايك لحتى اضقر وضقر لتحت هون فهايك بعطيه شوي بعطيه شوي كمان ازرق طيب هلا اه الهايلايتس هاشتغل هايلايتس كمان الهايلايتس اه معادة ان الجو كمان هيكون ازرق ملبد شوي يعني غيوم زرقة وهيك اه موضوع فكمان بعطيه ازرق بنتبه انه ما يفوت له ماجنتا اه هذا تقريبا كافي هون بغض النظر شوي على الميتونز هلا بس عم بركز انا على على بالكلاودز هوني بالغيوم فبكبر ازرق انتبه ما يفوت الماجنتا كيف فاعرف ازافات الماجنتا لما انا كتر بلاحظة لفيديوم كيف فرقت اه بخلي اه بخلي ازرق ازرق ومنفس الوقت حتى اعطيه كمان لون داكن شوي بهذا اللون ببط شوي بعطيه اه يعني خلاص صار تقريبا على اخر اعطيته اللون الغامة هلا هوني بدي اعطيه شوي للموضوع بعطيه شوي اه اصفر او ارونج لحتى يفوت له شوي حياته يعني انا ما عم ببدي كتر لون ارونج بس لانه حتى عشان يشوف فيه تنوع الوان مش كل ازرق كل ازرق انه فيه اشياء صفرة لازم تكون انك مبينة فبعطيه شوي صغيرة بالميتونز اه لون ارونج وبحاول وط شوي تعبيبا ما كتير بس هلا كيف بتفرق الصورة هالي بفور اند افتر طيب هلا بيجي لاتش اس ال هوني بقدر غير شوي بس بموضوع هول لانه فلازم يتغيروا كتير خلينا مثلا نختار اللون هيدا شفتوا كيف اختار اللون بعد اه هدا اللون بيدل انه انا عم بعمل سيلكت لالها فهدا اللي سيلكتد هالقد ففينا اعمل كمان بلاس شي خلينا شيل تشاك بوكس اه اه بلس هيدا اللون بلس هيدا اللون بلس الارميد هول بلس الارميد اوكي خليني مسلا ما كتير كتير هلأ غلط هدا الشي بعرف بس ماها محن محنكون هالأد لأنه نحن كمان مغيرين باللون هون فهي قد بيان معنا لأنه ما عملنا ريسات لأنه الالو عملنا ريسات قبل الهول طيب هلأ دي نويز شفاي بلور خفيف دي نويز طيب اوكي هلأ هون خلينا عمل ريسات لالها بعطي شوي قرونج للون بس هالأد يعني تقريبا بعمل بفور اد افتر شفتوا الفرق طيب هدا اشبه هلأ خليني روح هالكيربز بس الكيربز ما هاشتغل فيه من هون لأنه ازا بشتغل فيه من هون بدي تغير كل شي بنات تحته طيب اه اللي هآ 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 هاشتغل شوي هآ هآ هايك بكون انا عم بشتغل بروفاشنال بموضوع بموضوع فيني اشتغلوا كلهم بلومتري واحد بس انا عم بعطي دروس بروفاشنال برجع بقلكم كيف تشتغلوا اه كلهم بلاير واحد مش يعني انه انا اشتغلت بلاير واحد معنات انا مهمل لا بكون انا عم وفر علي شغل وكون عم بشتغل اشياء بطريقة مسلا الاشياء السريعة مسلا عم بحكي اه كعم نعمل فيلم بقلب الادوة بريميار هاده شغل مش شغل اه حي الله مش انه 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 اكثر اللاير زمان انا فين بعملهم بلاير واحدة وبخلصهم كلهم سوا اه فين انا عملهم بلاير واحدة بس انو بدن نشتغل بروفاشنال ما بنشتغل بلاير واحدة فا اه حعمل بعض واحدة ادلو متري كالر حسميه رينايم اه اه ادجسمنت بس يلي هي شي بسيط عن طريق الكيرف يلي هانا ببعتبره كتير مهم اه هلا شوف ادابي فريق الكيرف فانا اه حعطي دارك شوي هعمل كراش شوي للدارك وكتر شوي اه برايتنس بالمتونز وبط شوي الهايلايت فعلي شوي هكدار بي هادا اللي بدي اعمله بالكيرف بس انا عملت لاير بس لكيرميل الكيرف ليه لانو لكي بيعطي فريق تمام هايك بكون انا عملت شوي للموضوع اه هادا المدينة اذا اعمل بلاي مسلا من قبل تلاحظوا كيف الكالور بوب اوب يعني ببوب اوب يعني مثلا هادي اللون اه في كونترس للون هبولولو كومبليمنتري كالور بين لونان متعكسين كيف بعرف اللون متعكس بكون انا حافز الكالورويل مسلا هادا الكالورويل عند اللون الارانج اللي موجود هون لورا لون الازرق الموجود هون بعكس بعض هون يقولونو كومبليمنتري كالورويل بالكالور سينز لاحقيني نوصل لهم لاحقيني نحكي عنهم بالتفصيل وكيفينا نحنا نشغل كومبليمنتري او انالغوس او هالا امور كريبة تانية هادا خلينا هلأ اعملت هادا الشي خلينا اشتغل بشكل سريع للبارت التاني كالوروغريدينج بعد ما عملت كالوروركشن لقلو اه تمام خلينا مسلا اخد هادا الشي اللي هون طيب هعمل كمانا ادو متر كالور يلي هو تحت بعد ما هادا ما سميته هون هسميها هادا كوركشن صح والتاني سوري هسميتم بالغلط عكستن هادا هسميها كوركشن وهيدي هتكون لغريدينج سوري ما مضيعه بس انا سميتم بالعكس لان هذي كوركشن اللي عملنا هون لغريدينج هابلش من جديد خلينا نعطي الثيم تباعة مسلا خلينا مسلا اذا بطقناها هايدي لقلا بس نعطيها شوية مش دراماتي خلينا نعطي كالورفول انه نحنا عنا زكرة حلوة مثلا اطفال وعمل عمل عبوا بالشارع وهيك فحيكون الالوان كالورفول في في ساتوريشن ما هيكون في كونترس كتير هادا اللون اللي اللي عم نتخيله نحنا الوان هايك اللي الطفول الحلوي وما هيكون في الوان مزعجة مثل الوان يعني الاصفر بحسو مزعج اذا ما نحاوله مثلا هلا هنستعمل شي اسمه هيو فرس هيو هنستعمله شوية لللون الدافي الاصفر من نوع الدافي بس مش كتير دافي بيعطيها هايك حرارة عالية منعطيه اطفال شو هالتناقض اللي عم بحكيه هلا بتفهمه شوه فبالنسبة للالوان هعطي شوية شادو أب يعني هعطي استرجاع الشادو بوط شوية هايلايت كونترس زيادة وايت ماشا هل ما بدأ اعضع فيه هالساتوريشن هزيده مسلا للمية وخمسين هلا شوان بعمل عملت شي كتير سهل يعني ما عمله شي انا بطلعت بصورة شرحته نقبل الشادو شو بيعمل مسلا شادو هيك وايك وانه بمحلات معينة بدي اه عطم فتح هون كل شو كل هولي اكسبوجر هيدا الساتوريشن اللي حكينا عنه بززز ساتوريشن تمام ما في شي بيضيع وعضيعه هلا هنروح على الكلور ويل هنعطي اللون الدافي هلا بالشادوز هون اه ازا نلاحظين هون هيك الوان زرقه وبالنسبة للكولورفول خلينا نكون بعيد شوية عن الكول كالورز كالورفول هاك فيها امل فيها حرارة فيها اورنج طيب ما كتير نكتر ما حتى نركز هون نركز شوية كل الصورة يعني ازا اكترت نتبه لهم بعد ما وصلنا هون الحرارة فمنتبه نحن عملين اه اه اذا بتلاحظو وطينا الساتوريشن رجعنا للكولوركشن هون وطينا الساتوريشن طبع الازرع. ما ما كتير حي ما حي كتير حيلعب معنا اللون هون. فهلا كله له طريقته لنضبطها. اه فبالشادوز عطينا كمان زيدي شوية صغيرة. اولا ما نتركها شوية. بالهايلايتس اه نعطيه شوية اه. اعلا بالشادس خلينا الوقت شوي. لانه كتير تمام. اه هك ماش اه الحال بالكالورماتش فبير وافتر قمتنا شوي حيات. بالااااااك بجانبخة خلينا نرجع شوي. لديه يو ورسيز يو. انضمال هون بالنسبة للازرع خلينا نعمل color pick هون. سوري مش لهذا الموضوع هون. لهذا. فحيعطينا هيدا اللون. خلينا نكبر شوي ال range. نرجع هولي شوي. الازرق خلينا نعطيه ل ماجنتا. شوي. طيب. والاصفر اللي قلتلكم عنه يلا هو هذا اللون الاصفر. خلينا ناخده لل. للاتفة شوي. يعني لايكم الاصفر. لايكم شوي الارونجة اذا نعطيها على احمر شوي. يعطينا لون اطفة. فبفور افتر. لاحظتم كيف? اه اما انا لاحظة زدت شوي ماجنتا لانه اه ما يحاولوا ما يكون في ازرق بالكالورفول او يعني بيعطي خمود للصورة. فناخدها شوي. نكسر الازرق. هي الازرق بعد الازرق في ماجنتا. بعد الماجنتا في احمر. فاقرب اللون للازرق هو الماجنتا. ما كتير نكتر ماجنتا شوي. بس نكسر اللون الازرق. هايدي هي الفكرة. او كبرت ال range بس كرما يكون في تدرج. الوان بالطبيعة شوي. طبيعية تكون. مش انه الوان مقصوصة كأنها متل الازرق هون. هيك. ما في كتير فرق. تمام? ما بعض اذا عم تلاحظوا. بس انه حتى هون بتلاقيه الفرق ضئيل جدا. بس كسرت لون الازرق. اه هلأ منجي لهون شوي. هول انا عم باشتغل بسرعة لانه اه صرت حافظون. انتو هتعملوا بالبيت يعني انتو تسأل اه عملوا شي داونلود لأي فيديو. او عندكم فيديوات اه اه هول الشرح اللي شرحت لكم اياه هون كتير مهمين تفهموهن. ازا ما ازا ما ازا ما حفظتوهن من اول مرة عيدوا الفيديو مرة تانية. وانا عم بعمل اه يعني عم بعمل اشتغل قدامكم لحتى انه يعني قدامكم عم بشتغل. فوصلتوا عندهم لمرحلة اصلا صرتوا تعرف انك بس عم بعمل شغلي اي شو. فس شرحت قبل انه هون في فبعمل نقطة هون حماية لحتى اشتغل به هيدا ما هي يتأذري قبل. فاذا بشتغل بهون بكون عم بشكل بالشادوز. ازا بوطي بكون انا روحت الكالر طبع الشادوز هون. ازعب عالي بكون على هات الكالر طبع الشادوز هون. وحتى بالاجواء وورا. فينة ابعد شوي حتى يكون الرينج اكتر. عريب للمتونز. فينة وطي وعلي وطي عالي. بس اكيد بدي عالي شوي بشكل ما كتير يبين. اما هلأ بدي اشتغل بالكورف. متل ما قدركن خليني اشتغل على ادلوماتري اف اه كولور افكت. وسمي ادجاستمنت. ادجاستمنت. خليني نروح هلأ لل كورف. فبالكورف هلأ في عندي اه بال بالشادوز. ما بدي اكسر. بدي عالي شوي. وطي شوي من الهون بالهايلايت. شي بسيط. بس هيكي. سمايلي طريبا. اوكي بال اه بال احمر. بالراتشونل هلأ اه جيت للراتشونل اه كرمال بالشادو بدي اعطي اه لون احمر شوي. وان موجود اللون الاحمر بهذا المنطقة هون. اه متل ما قلنا احنا هايلايتز متونز وشادوز. فبعطي نقطة حماية هون. بفصل عن الشادوز والهايلايتز. ده حتى زيد احمر بالشادوز. فلايكو اذا بزيد عم بعطي بالشادوز. اذا بتلاحظوا هون اه هم زيد احمر. فشي بسيط ما كتير. يعني ما ما تعجلة فوق كتير. شوي. وخلينا مثلا نزيد شوي هون. بشكل صغير. ما بدنا يكون كتير اللون الاحمر ملحوظ. لانه الصورة شوي هاك العين بتقدر اتميز بس ما ما كتير نبججباج للعين يعني انه خلص. هذه اللون احمر. شوفي انا هذا الشادو. هذا الشادو اللون احمر. بس كشي ضائل حتى العين تعرف انه هذا الشادو اللون احمر. وبيجي للبلو شانل. بقبل نقطة حماية هون. وبط شوي. ازرق. بس. شي بسيط. اه بفور اند افتر للهالي. هنتبه هاد شاك بوكس للارجي بي كيرف. وشاك بوكس للكيرف ككل مع هولي السلايدات. فبس انا حمل بفور اند افتر لهالموضوع. شفتوا اده فرق بس الارجي بي كيرف. اجمالا انا بس كلي الافكت هادا كرم الارجي بي كيرف. فهلا خلينا هولي. نعم هولي كلهم هون كرمال هاي. فخلينا اعمل لالها. مسلا هادي ها امحي كل شي هون. عملنا كرمال ان نشوف هادي وحا افتر. بفور افتر. بفور افتر. هادي السورة اللي بقيت معنا. وعننا هوني. طيب حتى ما اطول عليكم هذا كان عن كالوري غريدينج. اه هلا لا بعدين هاقلكم كمان بمواضيع مسلا عنا اه مقطع من فيلم معين الوان حلوة هنحكي عنه كيف نعمل نشط غلا صح. اه كيف نقلد مسلا هادا الفيلم الوانه كيف نعمل متله. اه كل هالأمور جايين. بس قبل بعد في شوية شرح عن كالوري غريدينج بس. في اللون كمانة. هلأ اه تقريبا خلصنا الكالورينج. والحلقة طويلة بعتذر منكم بس لانه ما فيني ما فيني اقطع الشرح. و اه ان شاء الله تكون استفادت و انا متأكد عم تستفيدوا. و متل العادي ما بدي تذكركم بالسابسكريب بايك شير. و كومنت ازا فيك ازا بدك عندك شي تحكي او في عندك اه ملاحظة تقلي ايها انا ما عم فاهمكن ايها. الكمنت مفتوح لالكم. ففيكم تحكوا لبادكم ايها. وتقولوا لي شو ما بتكون. اه و ما تنسى الشار. اتفيد غيرك كمان. فما ما طولت كثير عليكم و اه شوفكم بحلقة جاي. باي.